السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان تم تفعيل خدمة الاقسام الافتراضية في المستوى الابتدائي يعني كنشوفو الان الاعلان اللي كيطلع على ان هذه الخدمة تم تفعيلها وتتم انشاء القسم افتراضي قد نشوفو الطريقة كيف ذلك اذا اولا كنقوموا بالولوج الميكروسوفت تيمز كنقوموا بانشاء قائنات ديالنا وبنسبة الاخوة اللي ما كعرفوش مثلا الميكروسوفت تيمز فينا قدروا نلقاوه انا قدروا نلقاوه في اوفيس 365 او نكتبو ميكروسوفت تيمز انا كندخليه من هنا من اوفيس 365 كندخل بمعلومات تعماسها هنا عندي اوتلوك واندرايف وورد اكسل و تيمز هنا قندغط عليه كيطلع ليه هنا نعم وكيطلع ليه ميكروسوفت تيمز هنا عندي بزاف جل خاصيات اكتيفتي اكتيفتي كيطلع ليه ميكروسوفت تيمز هنا نقوم بانشاء فارق كما كتلاحظون هذه هي الصفحة الاولى عندي هنا يعليه من كخيه اونيكيب كنكخيه هك عندي مجموعة من خطوات كنتبعهم انا مثلا عندي اللغة العربية كنت هيئتها مقبل كنتخليها نعم كنتغفض النقاط الثلاثة كنت بنسأ ندير Gれない Keep ثم كنقوم باضافة الاعضاء بنسبة الاعضاء هم التلاميذ الفيدي عندي هنا يا فندي الخانة هذي ندخل رقم رقم مصار . المصار 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 السئول بالتبدع洲 الآخر تجربة خاصة والمستوى نضع بحث و يظهر لي التلاميذ الذي لديه في المستوى و يدور رقم ما صعب رقم التلميذ هذا نضع كوبيه كولي نضع كوبيه ثم نقوم بكتابه في هذه الخانة نضع كولي هنا ثم نضع بحث و نضع أجوته نضع في بعض المرحلة التلاميذ الذين كاملين نضع كوبيه كولي أجوته حتى كتشوفو عندي هنا في التحت ليمونبغ تقريبا عندي هنا 23 23 ليمونبغ و من بعد كننرجع على ما صار كنجي الأقسم افتراضيه كتشوفو هنا واحد نجمتين كيدل على أنه وراه الجديد هنا يا جديد كنضغط على إنشاء الأقسم افتراضيه ثم كنضغط على دخانه هذي لجي القسم مستوى السدس هنا من قبل كانت عندي لا ولكن من بعد مدة إنشاء الأقسم افتراضيه تبدلت ولت عندي ناعم و قطعت لي هذا الرسالة هذي بأن القسم الافتراضي تم إنشاؤه هو هذا إذا الطريقة فهي سهلة يعني انطلاقا من ميكروسوفت كما كتشوفو هي هذه الرسالة اللي طلعت و هناك كانت في الوعد نالة ثم تحولت إلى ناعم إذا الطريقة هي هذه وأنتم نور توفيق الجيمة إنشاء الله ناعم ناعم ناعم